من المواقف التي تذكر للسيد محسن الحكيم أن أحد الضغاة من الحكام أمر بتسفير أو وجه بتسفير المراجع الدين أو علماء الدين من غير العرب فما كان من الإمام السيد محسن الحكيم إلا أن يصطحب بعض أولاده وثقاته وبعض المقربين له ويزور مراجع الدين غير العرب مرجعا مرجعا في داره ليعطي رسالة إلى الحكام الطغاة في ذلك الوقت أنه لا فرق بين أعجميين وعربيين إلا بالتقوى السيد محسن الحكيم في عام 1956 كان له موقف مع الحكومة الملكية وحكومة فيصل الثاني وخاصة في عيام وزارة نور السعيد أبان الاعتداء الثلاثي على مصر الاعتداء الثلاثي على مصر حدث في عام 1956 فرنسا وبريطانيا وإسرائيل اعتدت على مصر ما كان من الإمام السيد محسن الحكيم إلا أن يعطل صلاة الجماعة في الصحن الحيدري الشريف وبالفعل عطلت الصلاوات وعطلت درس وعطلت تدريس في ذلك الوقت مناصرة للشعب المصري مناصرة للقضية المصرية وخرجت الجماهير وخرجت طلبة المدارس وتذكر هناك حادثة يرويها والدي ويرويها أهلنا ويرويها كثير من أساتذتنا أنه خرج بعض الطلبة من عدادية الخورنق في شارع الخورنق وحدثت معظم مظاهرات وتصادم الطلبة مع الشرطة في ذلك الوقت وأطلق النار فأصيبه وأستشهد أحد أفراد أسرة آل الشيخ راضي وهو صبط الإمام السيد حسين الحمامي فما كان من السيد محسن الحكيم أن يغضب ويقاطع الدولة ويقاطع الحكومة حتى أن الحكومة أرسلت وفدا من متكون من عبدالهادي الشلبي وخيون العبيد وبعض العيان إلى السيد محسن الحكيم لتسوية العمر وتسوية القضية